أما النفط الذي توقع المحللون أن يتلقى ضربة جراء الإعصار فإنه فاجأ لسواق بمكاسب دعمتها توقعات تمديد اتفاق تخفيض الانتاج من دول أوبك وخارجها إلى ما بعد مارس 2018 توقعات جاءت وسط قيام موزير بيترول السعودي خالد الفالح بمحادثات مع عدد من وزراء النفط لدول منتجة كبرى في العاصمة الكزاخية أستانا وللمزيد حول أسواق النفط ينضم إلي من جداء المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان دكتور أهلا وسهلا بك دكتور المعروض العالمي من الخام هبط في أغسطس للمرة الأولى في أربعة أشهر هارفي كانت سبب بخفض الانتاج الأمريكي بـ 200 ألف برميل وانتاج أوبك تراجع كمان بـ 210 ألف برميل في اليوم في أغسطس لنبدأ بالحديث عن النفط الأمريكي أرقام وكالة الطاقة الدولية تقول أنه الانتاج الأمريكي كان تراجع بشكل غير متوقع أصلا في يونيو يعني قبل الإعصار ما الذي يحدث على مستوى الانتاج الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير في الواقع الانتاج الأمريكي يتذبذب حسب مستويات الأسعار وإن كان عدد الحفارات في الفترة الأخيرة تجمد عند مستوى معين ومن ثم بدأ في الصعود لكن ما حدث أن عصار هارفي أدى إلى انخفاض في الانتاج الأمريكي من خليج المكسيك وهذا ما لبث أن بدأ في العودة الانتاج الأمريكي انخفض إلى 8.8 من 10 من أصل 9.4 مليون من 10 أو 6 من 10 في الأشهر الاعتيادية الآن هناك عودة لمستويات إنتاج قريبة من المستوى الطبيعي وهو 9.600.000 برميل يوميا فلا خوف على الانتاج الأمريكي طبعا لاحظنا أيضا أن هناك في فترة الإعصار هارفي كان هناك سحب من المخزون الأمريكي بما لا يقل عن 500 ألف برميل محاولة من الاحتياط الاستراتيجي أو من الإدارة الأمريكية سد أي نقص محتمل ما حدث هو طبعا في المصافي المصافي تعطل كثير منها ولذلك رأينا أن مخزون المنتجات النفطية قد انخفض وأدى هذا بطبيعة الحالي الارتفاع الأسعار وإلى فتح بابا الاستيراد من آسيا بشكل رئيسي لكن حتى المصافي بدأت تعود مرة أخرى من جديد الآن وكالة الطاقة الدولية تحذر أمريكا بأنها لا بد وأن تأخذ في الاعتبار في الفترة القادمة مسألة العاصير لأن هذه قد تصبح مسألة سنوية اعتيادية وبالتالي لا بد أن تزيد من مخزون المنتجات النفطية الاستراتيجية وهذا ما سيحدث طيب دكتور برأيك أوبك من ناحية أخرى عقدت العزم على المضي في عملية الخفض ب2018 واليوم في أحاديث يعني روس نفط مثلا تتحدث عن مستويات 40 إلى 43 يعني فيه أجواء باستمرار التخفيض بنفس الوقت فيه أجواء بأسعار متدنية شو الصورة؟ الصورة أنه في اتفاق نوفمبر الماضي للأوبيك وبداية ديسمبر حينما انضم بعض الأعظام من خارج أوبيك أن هناك اتفاق لتخفيض مليون وثمانمائة ألف برميل طبعا في ذلك الاتفاق لم تكن كل من ليبيا ونيجيريا في الاتفاق وما حدث هو مجموعة من الأخطاء نتيجة ارتباك وزراء أوبيك في هذا الاتفاق لم يقرأ السوق بصورة جيدة كان هناك تفاول أكبر من اللازم كان الاعتقاد أنه بهذا المستوى من التخفيض أو أقل يستطيع أن استعيد التوازن هذا الأمر لم يحدث لسوء القراءة أو لتدني مستويات القراءة الواعية وما حدث أن الأسعار لم ترتفع كانت توقعات بأن ترتفع الأسعار إلى حدود 65 دولار لم يحدث هذا رأيناها أنها قد انخفضت عن مستوى 50 دولار في النصف الأول من هذا العام في المتوسط طبعا الآن هناك الحديث عن تمديد الاتفاق إلى ما بعد مارس 2018 أنا أعتقد مسألة التمديد وحدها لن تكفي وستعيدنا صحيح أن هناك أرقام متفائلة وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن الطلب على البترول سيرتفع إلى مستويات حوالي 1.600.000 برميل والأوبيك أيضا متفائل لكن هذه تبقى توقعات قد تحدث وقد لا تحدث خاصة في ظلة النمو البطيء في الطلب العالمي على البترول في الفترة الماضية الخفض لا يكفي قلت ما المطلوب الخفض يكفي لكن في ظل الالتزام والالتزام الجاد من قبل جميع الدول كنت أذكر أنا في لقاءات سابقة بأن درجة الالتزام منخفضة وكانت الأوبيك تقول أن درجة الالتزام فاقت المئة في المئة وفيما بعد اعترفت الأوبيك سكرتارية ووزراء بأن الالتزام هو أقل من 80% وحتى الأرقام هذه ترجمة الآن رويترز تقول أن الالتزام في حدود 83% لم يكن أقل مشكلتنا في الالتزام هي مشكلة تاريخية طبعا لكن الآن لا بد أن يعي جميع الأعضاء في اتفاق أوبيك أنه بدون الالتزام لا يمكن أن تتحمل دولة عبءا أكبر من الأخرى كلنا يعرف تماما أن المملكة العربية السعودية تتحمل أكثر من نصيبها العادل في تخفيض الإنتاج على سبيل المثال المملكة الروسية تنتج أكثر من المملكة في حدود 11 مليون و 200 ألف برميل لكنها لا تخفض سوى 300 ألف برميل إن التزمت بينما المملكة خفضت أكثر من 500 ألف برميل والآن مستعدة أن تخفض أكثر هذا لا بد أن لا يستمر لا بد أن يكون هناك عدالة في التوزيع من جهة وأيضا الآن نرى أنه بصدور أو بظهور احتمالات بتأجيل اكتتاب أرامكو إلى العام بعد القادم كما ظهر اليوم في وكالة برومبرغ فإن هذا حتما سيؤدي إلى تخفيف الضغوط على المملكة العربية السعودية نحو مزيد من التخفيض لا بد أن يكون التخفيض شامل لا بد أن يكون عادلا ولا بد أن يشمل حتى ليبيا ونيجيريا إن وصلتا إلى مستويات ما قبل الاضطرابات الداخلية دكتور؟ وإلا لا يمكن نعم بدي اختصارا بس لأنه الوقت دهمنا دايما بحب أعرف منك توقعك للإطار السعري اللي عم نتحرك ضمنه بدي أعرف توقعك ضمن ستة أشهر المقبلة تتوقع برانت يتحرك بين أي سعر وأي سعر؟ أنا أعتقد إذا تم تمديد الاتفاق لا نأخذ في الاعتبار أن السوق تحسنت وأن السوق قد توازنت غير صحيح الأوبك كانت حذرة تقول أن السوق ماضية في تحقيق التوازن لكن هذا قد يأخذ السنة قد يأخذ عامين ولذلك لا بد أن يكون هناك اتفاق صارم اتفاق جاد فيه التزام وإذا كان هذا الأمر صحيح فإن الأسعار ستتراوح بين الـ 50-55 إلى حدوث 57 دولار للبرميل العام بقية العام والعام القادم ما لم تحدث بطبيعة الحال أزمات جيوسياسية قد تؤثر في طبيعة المعروب من النفط العالمي من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سالم الصبان شكرا جزيلا لك